بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين مالكٌ عن نافعٍ أن عبدالله بن عمر بال في السوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دُعي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خُفيه ثم صلى عليهما مالكٌ عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيشٍ للأشعري أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أُتي بوضوءٍ فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخُفَّين ثم جاء إلى المسجد فصلى قال يحيى سُئل مالكٌ عن رجلٍ توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خُفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردَّهما في رجليه يستأنف الوضوء قال لينزع خُفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخُفَّين من أدخل رجليه في الخُفَّين وهما طاهرتان وهما طاهرتان بطهر الوضوء فأما من أدخل رجليه في الخُفَّين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخُفَّين قال يحيى وسُئل مالكٌ عن رجلٍ توضأ وعليه خُفَّاه فسهى عن المسح على الخُفَّين حتى جفَّ وضوءه وصلى قال ليمسح على خُفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء قال يحيى وسُئل مالكٌ عن رجلٍ غسل قدميه ثم لبس خُفيه ثم استأنف الوضوء قال لينزع خُفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في باب المسح على الخُفَّين وبعدما بيَّن لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسح أرضفه بهذين الأثرين أثرٌ عن عبد الله بن عمر وأثرٌ عن أنس أنهما مسح على الخُفَّين وفائدة إراد مالك لهذين الأثرين هنا كي يُبَيِّن لنا المسألة التي تكلمنا عليها من قبل وهو على الخُصوص عند المالكية الذين لهم روايةٌ بأنه المسح مُقتصرٌ في السفر دون الحضر فلما جاء مالك بهذا الأثر الأول الذي هو أثر عبد الله بن عمر وكان قد سبقه بالأثر الذي هو أثر عمر بن الخطاب في مناظرته لإبنه أتبعه هنا بحديث بن عمر أو بأثر بن عمر أن هذا العمل ألا وهو المسح على الخُفَّين كان معلوماً وارداً عند الصحابة في الحضر طيب إذا علمنا أن المسح في الحضر كذلك واردٌ وتابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بقي معنا المسألة التي هي هل المسح من باب الاستقلال للعبادة أو أنه من باب التخفيف وهو كونه أن يأتي بعد تجديد وضوء وقلنا هذه الرواية الثانية أو القول الثاني كذلك يروى عن المالكية ولكن الرواية هنا التي هي رواية عبد الله بن عمر ورواية أنس أن كل منهما بال ثم توضى فكونه الراوي ساق النقض بأن الوضوء قد انتقض بهذا الحدث دل على أن المسح عبادةٌ مستقلة فهي ثابتةٌ مستقلةٌ مع نقض الوضوء وليست خاصةٌ بتجديد الوضوء فنبدأ بأثر عبد الله بن عمر ونحاول أننا نبين أحكامه قال مالك مالكٌ عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها طيب هذا الأثر الراوي يقول بأن عبد الله بن عمر توضأ في السوق ثم ذهب إلى المسجد وسبب ذهبه إلى المسجد أنه دعي لجنازة إلا أنه لما دخل المسجد مسح على خفيه لأنه أخر المسح على الخفيه يعني توضأ الوضوء كامل إلا الرجلين فإنه ما كان في الخفين فما غسل رجليه ولا مسح حتى ذهب إلى المسجد إلا أن الرواية هنا أغمضت ماذا قال في الرواية؟ قال في المسجد ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها قال حين دخل إلى المسجد طيب مسحه للخفين هل كان داخل المسجد أو كان خارج المسجد الرواية تحتمل ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء في هل يجوز الوضوء داخل المسجد أم لا الفعل الذي فعله عمر ليس فيه خلاف لأنه مسح وهذا عمل بسيط من عدم تناطر الماء ولو كان داخل المسجد أما إحداث وضوء كامل داخل المسجد وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك جماهر أهل العلم على أنه يكره الوضوء داخل المسجد لأنها من الأفعال التي ينبغي أن ينزه عليها المسجد وخاصةً لما فيها من المضمضة والاستنطار وذهب طائفاً من الفقهاء أن الوضوء سهل ولا حرج أن يقع داخل المسجد وما ذهب إليه الجمهور أقوى من جهة النظر طيب هذه بالنسبة للمسألة الأولى المسألة الثانية في كون عبدالله بن عمر أخر مسح الخفين عن الوضوء وهذا الأثر كما قال ابن القاسم أخرجه مالك في موطئه إلا أنه لم يعمل به لأن الموالات هي شرط عند المالكية وشرط عند الشافعية في قول وشرط عند الحنابل فهذا الأثر لا يستقيم إلا على مذهب السادة الحنفية رحمة الله على الجميع الذين يقولون إن الموالات ليست بشرط والموالات هي تتابع فعلي فرائض الوضوء فهو توضأ في السوق ثم بقي المسح حتى جاء إلى المسجد فعلى مذهب السادة الحنفية ما عندنا إشكان في هذا الفعل لأن الموالات ليست بواجبة يبقى الإشكالية على مذهب مين؟ على مذهب الجمهور لهذا الجمهور قالوا إن فعل عبدالله بن عمر هنا له احتمالات الاحتمال الأول أنه نسي أن يمسح على خفه وإذا قلنا بأنه نسي لا إشكال على المالكية لأن المالكي يقولون إن الموالات شرط في الوضوء بشرط الذكر والقدرة أما إذا نسيها فساقطة مع العرز وعدم القدرة على ذلك إما أن يكون نسيا وإما أن لا يكون قد بقي له ماء فذهب حتى يكمل المسح في المكان الذي يجد فيه إيش؟ ماء وإما أن يكون بعد المسجد عن السوق قريب فهو من التفريق الذي ليس بفحش هو تفريق إيش؟ تفريق يسير والتفريق اليسير يتساهل فيه الفقهاء مطلقا في التفريق بين أعضاء الوضوء إلا أن هذه عبارة عن تأويلات ولا يسلم إلا على إذا قلت بأن الموالات ليست بشرط في الوضوء فعبدالله بن عمر هنا توضأ في السوق ثم مسح خفيه في المسجد فدل على أنه مسح على الخفين وهو في الحضر فدل على أن عبدالله بن عمر رجع عن قوله الأول الذي تقدم معنا في الآطر الأول الذي ناقش فيه المغيرة في مسألة المسح على الخفين في الحضر مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء إلى المسجد فصلى قال يحيا هذا الأثر الثاني كذلك وهو أثر صحيح مثل الأول تبت عن أنس أنه كان في قباء وقباء ضمن الحضر أنه توضأ أو ناقض الوضوء ببول ثم توضأ ومسح على الخفين فهذا دليل على أن الصحابة كان عندهم هذا الأمر شائعاً مشروعاً ألا وهو المسح على الخفين طيب إذا وصلنا إلى هذه النقطة ورددنا الاحتمالات التي كان قد تعلقت أو ذكرناها في مذهب المالك وعلى أن المسح على الخفين مشروع سنة ثابتة في الحضر وفي الصفر سواء في عبادة جديدة أو مع ناقض من نواقض الوضوء يبقى معنا سؤال مهم وهو ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الخف حتى يجوز أن يمسح عليه في كل هذه الرواية قال مسح على الخفين مسح على خف طيب ما هي إذن الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى نقول بأنه يجوز له أن يمسح على الخفين عند الفقهاء المسح على الخفين في شروطه على قسمين شروط متفق عليها وشروط وقع الخلاف بين الفقهاء فيها شروط متفق عليها وشروط فيها خلاف في الحديث السابق ذكرنا شرطين شرط متفق عليه وشرط مختلف عليه طيب ما هو الشرط المتفق عليه وما هو الشرط المختلف عليه في الدرس السابق الله يفتح لك الشرط المتفق عليه هو أن يدخلهما طاهرتين لهذا اتفق العلماء وأجمعة الأمة على أن الشرط المسح على الخفين أن يكون قد أدخلهما على طهارة ووضحنا ما معنى كلمة طهارة طيب ما هو الشرط الذي مختلف فيه في الدرس السابق لكن هذا ليس بشرط الشرط قلنا شرط متفق عليه وهو أن يدخلها وهي طاهرة تكلمنا على شرط آخر الله يفتح لك المدة التوقيت فقلنا التوقيت المختلف عليه فهو شرط عند الجمهور وليس بشرط عند من؟ عند السادة المالك نعم فإذن قلنا جملة الشروط شروط متفق عليها وشروط مختلف عليها هنا خمسة شروط وهنا خمسة شروط الآن حدفنا شرط من هون وحدفنا شرط من هون فإذن بقيت معنا كم؟ ثمانية شروط نأتي إلى الأربعة المتفق عليها اتفق الفقهاء على أن شرط الخف أولا الشرط هذا أن يكون قد أدخلهما طاهرتين وأن يكون الخف طاهر طاهر في ذاته يعني أن لا يكون نجسا مثل أن يكون من جلد لم يدبغ فشرط المسح على الخفين أن يكون طاهر هذا أولا الشرط الثالث وهو متفق عليه أن يكون هذا الخف يمكن أن يتتابع المشي فيه يمكن أن يتابع المشي فيه يعني أنه إذا لبسه ومشى عليه لا يسقط لأنه إذا كان يسقط فإذا تنكشف الرجل فإذا خرجنا عن مقصود الخف وهذا كذلك شرط باتفاق فإذا كان الخف سرعان ما ينزع ولا يثبت في الرجل فلا يجوز المسح عليه الشرط الرابع وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض أن يكون ساترا لمحل الفرض يعني أن يكون قد غلف الرجل إلى ما فوق الكعبين فإن كان دون الكعبين فإنه دون الفرض والبدل له حكم المبدل فلا بد أن يكافئه في الصفة لأن الرجل شرطها أن تغسل إلى الكعب فإذا كان البدل دون الكعب فإذا لا يصح المسح عليه إذن كم شرط ذكرنا أربع شروط وهي أن يدخلهما طاهرتين وأن يكون الخف طاهر وأن يتابع المشي عليه وأن يكون ساترا المحل طيب نأتي الآن إلى هذه الشروط باتفاق الفقهاء فإذا اختل شرط منها لم يصح سوف نأتي إلى الشرط الخامس لم يصح المسح عليه طيب نأتي الآن إلى الشروط المختلف عليها أول شرط مختلف عليه وهو التوقيت فالجمهور يقولون شرط المسح على الخفين أن يكون في المدة المعلومة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر طيب الشرط الثاني الذي وقع الخلاف فيه أن يكون الخف من جلد أن يكون الخف من جلد وهذه المسألة يتكلم عليها الفقهاء ويكثر فيها الخلاف لأن الخف الذي تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه كان من جلد وهذا الخف الذي تعرفه العرب واضح؟ لهذا أجمع على جواز المسح على الخف إذا كان على هذا الشكل طيب هناك غير الخف أو غير الجلد نوعان نوع أن يكون الساتر جامعا للجلد مع غيره وهذا يسميه الجورب المنعن وهو أن يكون له طبقة جلد من أسفل ويكون من فوق من قماش أو من كتان أو من صوف والنوع الآخر أن يكون جوربا والجورب هو أن يكون قد صنع من جميع الأنواع الأقمشة والكتان ما عدا أن يكون مجلدا فإذا عندنا ثلاثة أنواع إما أن يكون خف من جلد وإما أن يكون جوربا محضا وإما أن يكون جوربا مجلد إذا كان جوربا مجلد فجماهير أهل العلم أنه يلحق بالخف وحكمه حكم الخف في ذلك يبقى معا الإشكال الكبير في مسألة الجورب هل يجوز المسح عليه ويلحق بالخف أم لا هنا وقع الخلاف بين الفقهاء في الجورب والجورب كذلك يقسمه الفقهاء إلى قسمين جورب تخين وجورب رقيق جورب تخين وجورب رقيق وضابط الفرق بينهما وهو أن هذا يصلح للمشي عليه وهذا لا يصلح المشي عليه فأما إذا كان الجورب ثخينا ويصلح أن يمشى عليه فقد وقع الخلاف في جواز المسح عليه فذهب الشافعية في الأصح والحنابلة قولا واحدا والصاحبان في مذهب أبي حنيفة إلى أنه يجوز المسح على الجوربين التخيني وذهب المالكية قولا واحدا والشافعية في قول إلى أنه وأبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لا يجوز المسح على الجوارب والسبب الخلاف فيما بينهم هو أن الجورب هل يصدق عليه اسم الخف أم لا لأن الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلم هو الخف أما الجورب فلم يمسح عليه وإن كان الإمام الترمدي في سننه وأبو دود أخرجا من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلي إلا أن هذه الرواية متكلم فيها فيضعفها أصحاب القول الثاني ويصححها أصحاب القول الأول إلا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول تبت عن ستة من أصحاب رسول الله أنهم مسحوا على وجواربهم وقال ابن المندر وهو من آئمة الشافعية إنه تبت عن تسعة من أصحاب رسول الله أنهم مسحوا على الجوارب لهذا القول بالمسح على الجوارب إذا كانا تخينين صالحان للمشي عليهما القول بالمسح عليهما أقوى من جهة النظر وخاصة أن إلحاق الجواربين بالخفين له حظ من النظر في أن كلاهما يستعمل في المشي ويصعب نزعهما طيب هذا الشرط كم؟ هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وهو أن يكون خفا سليما أن يكون خفا سليما فإذا كان مخرقا هل يجوز المسح عليه أم لا وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرط لهذا اتفق العلماء إذا كان الخف سليما أنه يجوز المسح عليه ووقع الخلاف إذا كان فيه خرق إذا كان في الخف خرق فهو على قسمين إما أن يكون الخرق في محل الفرض أو أن يكون في غير محل الفرض فإذا كان الخرق في غير محل الفرض جاز المسح عليه وهو أن يكون الجورب أو الخف داخل الرجل إلا أن الخرق يكون بعد الكعب فإذا كان بعد الكعب فإذا هو في غير محل الفرض فإذا لا حرج من هذا الخرق أما إذا كان الخرق في محل الفرض فقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء بين قولين إلى الطرفين وقول في الوسط فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخرق إذا وجد في الخف لا يجوز المسح عليه فشرط المسح على الخف عند السادة الشافعية والحنابلة أن يكون خفا سليما وذهب الظاهرية إلى أنه والإمام الأوزاعي إلى أنه لا حرج مطلقا أن يكون في الخف خرخ وتوسط المالكية والحنفية وقالوا إن كان خرقا يسيرا جاز وإذا كان كثيرا لم يجوز وحدده السادة الحنفية بأن يكون ثلاثة أصابع فأقل ثلاثة أصابع فأقل لا حرج أكثر من ثلاثة أصابع فإذا لا يجوز المسح أما عند المالكية فأطلقوا وقالوا اليسير والكثير وهو ما تعرف عليه الناس في ذلك فإذا الخف إذا كان به خرق فيه خلاف الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز مطلقا الظاهرية يجوز مطلقا المالكية والحنفية إن كان يسيرا جاز وإذا كان كثيرا لم يجوز وسبب الخلاف في هذه المسألة وهي أن الخفاف التي كانت على عهد رسول الله كما يقول إمام الزهري لم تكن تسلم من خرق فهل الخف الذي فيه خرق يصدق عليه لغة أنه خف أم لا فإذا قلت أنه يصدق عليه الخف جاز المسح وإذا قلت أنه لا يصدق لم يجوز والمسألة الأخرى التي سبب في الخلاف وهو أن الأصل في الرجل أنها تغسل الأصل في الرجل أنها تغسل وتسامح الشرع بأن تمسح إذا وجد عليها خف إذا وجد خرق فيقتضي على أنه جمع بين غسل ومسح ومسح واضح؟ لأنه إذا كان خرق ومسح فيقصد أن البلل يصل إلى المكان الذي ظهر من القدم والقاعدة عند الفقهاء تقول أنه إذا اجتمع الأصل والبدل يغلب الأصل فلما وجد في هذا الصورة من الخرق غسل للبعض ومسح للبعض غلب الغسل وهو الأصل فيرجع إلى الغسل ولا يجوز المسح على هذا النوع من الخرق على هذا القول إلا أن القول الذي توسط وهو على أن الأمر راجع إلى الخرق اليسير والخرق الكبير أقوى من جهة الدليل وخاصة على أن خفاف التابعين والصحابة لم تكن تسلم من خروقي نعم هذا الشرط كم؟ الثالث بقي معنا الشرط الرابع وهو أن يكون الخف حلالا أو أن يكون لبس لبسا حلالا فيخرج غير اللبس الحلال أن يكون خفا من حرير بالنسبة للرجل أن يكون مسروقا أو أن يكون مغصوبا أو أن يكون الذي لبسه محرم لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفاف طيب فإذا ارتكب الإنسان النهية في هذه الصور ولبس الخف هل يجوز المسح أم لا وقع الخلاف بين العلماء في ذلك فذهب طائف من الفقهاء إلى أنه لا يمسح لأن المسح للخف رخصة وهذه معصية والمعصية لا تكون سببا في جلب الرخص وذهب طائف من الفقهاء إلى أنه يجوز المسح في هذه الحالات لأن المعصية إذا صاحبت العبادة لم تؤثر فيها لأن الجهائش منفكة فعليه فتصح صلاته وعليه إثم إثم معصيته نعم طيب هذا الشرط كم الشرط الرابع يبقى معنا الشرط الخامس وهو كما قاله بعض الفقهاء وهو أن يكون لبس ألا يكون لبس لبس طرفه ألا يكون لبس لبس طرفه وهو أن الخف هو رخصة في الشرع وسبب الرخصة هذه مشقة النزع سبب هذه الرخصة مشقة النزع فإذا لبس الإنسان خفه لكن ليس لمشقة النزع وإنما فقط لعدم الغصي واضح فإذا كان لبسه لعدم الرخصة فوقع الخلاف بين العلماء في هل يجوز المسح أم لا فالجمهور وهم السادة الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يجوز المسح مطلقا والمالكية في أشهر الأقوال عندهم لا يجوز أن يمسح على الخف إذا لم يكن لغير مقصده وهو مشقة النزع أما إذا كان فقط أراد أن يمسح لمجرد أنه لا يريد أن يغسل فهذا عندهم لا يجوز والسبب الخلاف في ذلك هو كله في فهم هذه الرخصة هذا الخلاف كله في هذه المسائل الخمس في فهم هذه الرخصة والأصل عند العلماء على أن الرخصة إذا جاءت في الشرع يقتصر عليها ولا يتعد محلها فلما كانت الرخصة في المسح على الخف فإذا الخف الغير الجورب الذي هو ليس بخف لا يجوز لما كانت الرخصة في الخف فإذا المخرق لا يجوز إذا كانت الرخصة من أجل أنه مشقة في نزعه فإذا لم توجد مشقة فإذا لا يجوز فلهذا وقع الخلاف في هذه المسائل كلها من باب تحقيق المناطي في اسم الرخصة في الخف طيب إذا أكملنا الآن الشروط التي اشترطها الفقهاء في المسح على الخفين إما الشروط المتفق عليها وإما الشروط المختلف عليها ما هي الشروط المتفق عليها؟ أعدها طيب أعدها أعدها نعم 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 أن يكون ساتراً لمحل الفرد وهو أن يكون طاهراً أن يكون طاهراً في حد ذاته طيب الشروط المتفق عليها وهي أن يكون قد لبس على طهار وأن يكون طاهراً وأن يكون ساتراً لمحل الفرد وأن يكون متابعة المشي في هذه الشروط فقط لا هي أربعة وخمسة في خمسة في طيب بالنسبة للجوارب لما تكلمنا على الجورب قلنا الجورب على قسمين إما أن يكون ثخيناً يصلح للمشي وإما أن يكون صفيقاً لا يصلح للمشي فأما إذا كان تخيناً يصلح للمشي وقع الخلاف الجمهور الذين هم الحنفية والمالكية لا يجوز وأما الصاحبان والشافعية والحنابلة عندهم يجوز لكن بهذين الشرطين أن يكون تخيناً ويكون يصلح للمشي أما إذا كان رقيقاً فلم يجوزه إلا الظاهرية وذهب جماهير أهل العلم والفقهاء أنه لا يجوز المسح على الجوارب الرقيقة وبعضهم يقول إن ضابط الرقيق هو أنه إذا مسحت عليه وصل البلل إلى الجلد فإذا وصل البلل إلى الجلد دليل على أنه رقيق فهذا لا يجوز المسح عليه وكان كثير من مشايخنا يقول بأن قول الظاهرية هنا مرجوح وعلى أن الجوارب الرقيق لا يجوز المسح عليه نعم قال يحيا سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفّيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أي استأنف الوضوء قال لينزع خفّيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفّين من أدخل رجليه في الخفّين وهما طاهرتان بطهر الوضوء طيب هذه المسألة تكلمنا عليها في إيش في الدرس السابق وهي أول شرط أن يدخلهما إيش طاهرتين فعلى مذهب المالكية لابد أن ينزع ويعيد إيش الوضوء وعلى مذهب الحنفية يصح له الوضوء نعم فأما من أدخل رجليه في الخفّين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفّين قال يحيا وسئل مالك عن رجلٍ توضأ وعليه خفّاه فسهى عن المسح على الخفّين حتى جفّ وضوءه وصلّى قال ليمسح على خفّيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء طيب هنا رجلٌ توضّى مثل فعل عبد الله بن عمر إلا أنه ماذا؟ لم نسي وصلّى فقال مالك يعيد الوضوء ثم يمسح يعيد الصلاة يمسح على رجليه ثم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء طيب أما كونه يعيد الصلاة فهذا بإجماع بإجماع الأمة على أنه من توضّأ ولم يمسح الخفّين أو لم يغسل لرجليه وصلّى أنه يعيد الصلاة لأنه صلّى بوضوء ناقص طيب هذه انتهينا من الصلاة لكن قال وليمسح ما احنا قلنا ابن القاسم قال إن مالك خالف ابن عمر في هذه المسألة طيب لماذا هنا قال ليمسح عليهم والأول أي لأن المالكية يجيزون ليقولون أن المولاد ساقطة مع النسيان فهذا نسى فإذا لا حرج عليه أما على مذهب الشافعية وعلى مذهب الحنابلة لا يجوز لأن المولاد شرط عندهم فعلى هذا على مذهب الحنافية لا إشكال وعلى مذهب المالكية كذلك لا إشكال لوجود النسيان وعلى مذهب من الشافعية والحنابلة فإن عندهم لا بد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة قال يحيى وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه طيب وهنا أن رجل غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم توضأ وهو الذي نكس الوضوء فهل يجوز له أن يمسح قال الإمام مالك لا لا بد أن ينزع ولا بد أن يعيد الوضوء ثم يلبس وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية عندهم هذه الصورة جائزة لأن العضوان طهارتهما مستقلة وقد لبس في الخفو عليهما وهما طاهرتين وبذلك أكمل مالك هذا الباب ونرجع البقية إلى الدرس القادم إن شاء الله وفي هذا القدر كفاية صلوات ربي وسلامه على سيدنا وحمد ترجمة نانسي قنقر